سيد رياض قهواجي مرحبا بك معنا السؤال أين تنتشر هذه القوات الأمريكية في المنطقة هل الأهداف تختلف من منطقة لأخرى سيد رياض حاليا هناك انتشار بحري جوي استعدادا للتدخل لعمليات الدفاع وأيضا هجوم إن استدعى الأمر حاليا الانتشار للدفاع كما أشرت الحملة الطائرات مع القوة الضاربة التابعة لها ثيودر روزفيلد موجودة أمام السواحل الإيرانية من ناحية مخيط الهندي البحر الأحمر وهي تنتظر قدوم القوة الضاربة التي تقودها الحاملة إبراهام لينكن وكان أعلن وزير الدفاع الأمريكي قبل يومين عن أن لينكن ستأتي إلى المنطقة لتحل مكان ثيودر روزفيلد إنما هذا الاستبدال قد يأخذ بضعة أيام مما سيوفر وجود حملة طائرات مع قواتهما الضاربة في هذه المنطقة أيضا هناك مجموعة سفن منتجرة في منطقة البحر الأحمر مقابل سواحل اليمن للتعامل مع التهديد من الجانب الحوثي التوقع أن يكون هناك كما الفترة السابقة هجوم من إيران بصواريخ جوالة صواريخ باليستية والمسيرات لكن كيف سيختلف المقاتلات التي تنطلق من حملية الطائرات هذا السؤال مهم عند كثير من المتابعين كيف سيختلف الرد الإيراني والضربة الإيرانية عن الضربة الماضية التي حدثت في أبريل الماضي عسكريا هناك سيكون اختلاف سيأتي في إطار شرحي يعني حاليا هذه الطائرات كل حاليا تحمل 80 طائرة مقاتلة هي لاعتراض المسيرات والصواريخ الجوالة الصواريخ الباليستية هناك مدمرات تحمل منظومات أيجيس تستطيع أن تساهم في عملية الدفاع وهذه المدمرات خاصة تلك الموجودة قبالة السواحل الإسرائيلية هنا منطقة الشرق المتوسط وهنا وصلت القوة الضاربة التي تقودها الحاملة أيزنهاور هي التي ستتولى التعامل مع الصواريخ الباليستيين وأيضا تساهم في عملية الدفاع ضد الطائرات المسيرة تحديدا التي قد تنطلق من إما الأراضي السورية الأراضي اللبنانية أو حتى الأراضي العراقية كما نعلم الاختلاف هذه المرة المتوقع في نيسان الماضي أو في أبريل الماضي كان الهجوم فقط من الأراضي الإيرانية جاء من هذا الاتجاه فوق الأراضي العراقية أو الأراضي الأردنية باتجاه إسرائيل إما اليوم فهناك اعتقاد أن سيكون هناك هجوم منصق بين حزب الله في لبنان وفي الأراضي السورية بين الميليشيات التابعة لإيران من داخل سوريا أو العراق وأيضا من قبل الحوثي في اليمن وبالتالي سيكون هناك هجوم على إسرائيل من جميع الاتجاهات من الشمال من الشرق من الغرب وحتى من الجنوب هذا هو الفارق الأساسي بين هذه المرة والمرة السابقة التي قد نشهده نحن لسنا أكيدين سيكون هناك هجوم منصق بس إنما هذا ما أعلن عنه هل إسرائيل جاهز سيد رياض لتعامل مع هذا الهجوم المنصق إذا أتى من كل هذه الجهات التي تحيط بإسرائيل هل هي جاهزة لردع هذا الكم الكبير من الهجوم والانطلاق في آن واحد كما نعلم إسرائيل تملك منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات هي من الطبقة الأعلى التي تولها صواريخ حتس أو السهم هناك الطبقة المتوسطة تتعامل معها صواريخ الباتريوت وهناك الطبقة الدنيا المطلقة الخفضة جدا وهي تتعامل معها عدة منظومات وأهمها صواريخ القبة الحديدية هذه هي الدفاع الشامل بالإضافة إلى مقاتلات إسرائيلية ستساهم أيضا في اعتراض إما المسيرات أو الصواريخ الجوالة هذه هي المنظومة الخاصة بإسرائيل طبعا وحدها لن تستطيع سيكون هناك حاجة لتدخل طائرات من حملية الطائرات من قطر قاعدة العديد في قطر أيضا سيكون هناك انتلاك لمجموعة كبيرة من الأسراب الأمريكية هناك طائرات بريطانية منتشرة موجودة في قبرص طائرات أمريكية حتى في قاعدة إنجرليغ في تركيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر